اشتركوا في القناة 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 طيب عملوا ايه؟ بدأوا ان هم يضربوا في اعلى طيمة عندنا عشان كده احنا مش لازم ان احنا نسكت ونكتفي بالمظاهرات بس لا مش كفاية في شوية مطالب احنا بنطلب من الرئيس محمد مرسي وكل الشيخ ان هم يقايدونا في هذه المطالب المطالب دي رقم واحد طرد السفير الامريكي من مصر رقم اتنين قطع العلاقات مع امريكا النهاردة السياسة مش اهم من رسول الله عز وجل فالله يليك بدولة عظيمة مصر مصر وكما فعلا يخرب الشعب باكمالي للتعبير عن حضيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا جاي هنا لعدة التحريف دفعنا عن سيدنا رسول الله سلم ومدلت الفيلم الاساية اللي عملوه اللي بيسيء بالمسلمين اجمع مش فمصر بس في جماع دول العالم وحقنا ان احنا ندفع عن سيدنا رسول الله سلم بطريقة سلمية بحيث ان احنا منخرب في بلدنا انه البلد دي بلدنا وده كله مال عام ولا يجوز لنا ان احنا نفعل كده في الدين امر مقنوع الدين ولكن انا عزر الشرطة الى حد ما لانهم هما لما بيدفعوا بنا بالقنابل مسارة الدموع معزورين لانهم قانون القانون الدول بيحمي امريكا دخل بلدنا لان بلدنا بلد الامر امان تقعبوا تنمي الناس دي و تراجع الناس دي حتى لو يهودي اتضربوا بتاعيه اتضربوا بتاعيه والان انا اؤكد ان فيه مندسين لان فيه صحفي امريكي من حوالي ربع ساعة بالزبط انا لقيت الناس بتجروا وراه وانا شايف والله دول مش متظاهرين ابدا الناس دي مش متظاهرين ابدا مش شكل متظاهرين ابدا بيجروا وراه عايزين يموتوه وراجل متقطع هدومه جرناه حطناه في دكانة كده افلنا عليه في محله وتجمعنا قدامه والناس بتجمعت لا امريكاني همموته انا قلت ده شغل التخلف قلت كده العبارة دي لقيت الناس عمالة بقى ايه عايزة بجور شكل معي انا فانا فهمت والله ان فيه ناس مندسة موجودة في الميدان احنا مجاناش هنا في السياسة احنا جايين هنا عشان دينا واسلام انا كلنا مسلمين لو ما يدافعش على الحاجة ازي دي ايبقاش مسلم انا المهار ده موجود اشان الفلم بس مش عاجب من الفلم كل شعب المصر مش عاجب عشان كده جيت وانا جيت انا هنا من مبارحة يعني ملا واحدش الفتن من النساء من النساء وحدة بالله مبارحة يعني ما ننتج لحد رأتي ومش عاجب من الفلم ان انا ممكن ان اخل بها و رأتي موسيقى 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 موسيقى